اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم تأخر الإنجاب في عالم الحقن الميجاري عالم مزير عالم كثير المعلومات كثير التفاصيل عايز نوعية من التكاترة بنسميهم احنا او انا في رأيي ان هم لازم يتصفوا بالصفة الحرفانة الشديدة الحرفانة طبعا كلمة وخاصة بكلة القدم في الطب احنا كلغة مصرية بنقولها في حاجات كتير بس فعلا دكتور المتخصص او الناس اللي بتشتغل في الحقن الميجاري عندهم حسابات كتير قوي بيحسبوا الطبيعة البالوجية بتاعت السد والراجل بيحسبوا حالة الحالة الهرمونية للسد والراجل السد تحديدا معقدة اكتر كمان من الراجل المبيض يا جماعة او ده جزء مهم جدا في عالم الحقن الميجاري او في عالم الخدمة للحقن الميجاري لانه من غير المبيض الهلسي اللي بيطلع بويضات مش هيبقى عندنا البويضات اللي بتطلع والبويضات هي حجر زاوية مهمة جدا من خلاله او من غيره ما نقدرش نعمل اي حاجة لحقن الميجاري ولا غيره وعالم المبيض عالم مسير وكثير جدا من المعتقدات حول المبيض بتكون خاطئة يعني مثلا مخزون المبيض كلمة المشهورة اوي 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 عند ناس كتير ناس كتير متصورة انه مخزون المبيض مرتبط بالسنة فقط لا في عوامل تانية بتلعب دور كبير في مخزون المبيض في بنفاجأ انه في بنات صغيرين عندها تسعة وعشرين تلاتين سنة اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين ومفيش مخزون مبيض وبنت او ست عندها اربعين سنة وعندها مخزون مبيض كويس او عن تسعة وتلاتين سنة صحيح السن اللي هو عامل لكن في عوامل تانية يا طرى في عوامل تانية كتير بتأثر على المخزون المبيض حالة الهرمونية للست التلوث البيئي العصر اللي احنا فيه اختلف فيه تأثيرات بيولوجية في منتهى الخطورة على المبيض وعلى خاصتين برضه في الراجل عشان كده انا بعتقد انه مخزون المبيض واحد من الموضوعات اللي محتاجة توضيح تفسير نفهمها بدقة شديدة ونزيل كما يقولون المفاهيم الخاطئة لان احنا بقيت الثقافة الطبية عندنا في الناس الحلوة وفي الدكتور من ضمن الايمز بتاعتها من ضمن الجولز بتاعتها اهداف المهمة ان احنا نطلع المفاهيم الخاطئة اللي رسبت واللي رسبها في دماغ كتير من المرضى اما ثقافات بتتنقل من ام والاب والجد أو بتاع او من مقولات بتتقال على لسان بعض غير الدقيقين في التوصيف وبتثبت في دماغ المرضى النهاردة عنوان مهم اسمه مخزون المبيض معظيف معتز جدا بقبله دعوية النهاردة اسمه متميز للغاية في هذا المجال النهاردة اسمحوا ينرحب بضيفي العزيز دكتور عبدالله اسماعيل اهلا بك دكتور عبدالله ومنورنا في الناس الحقاب اسمه متميز للغاية اسم ما شاء الله في منظومة شديدة التزام شديدة التميز شديدة الاجتهاد في الفترة الاخيرة خلينا نبدأ بكلمة مخزون المبيض ايه هو مخزون المبيض وبعدين ندخل تدريجيا على العناوين اللي انا قلتها في المقدمة بتاعتي هي المشكلة دايما معانا ان احنا مصطلح مخزون المبيض الناس مش فاهمة يعني مخزون المبيض الناس كتير جدا بتختلط ما بين الموضوع وتين خلينا نعرف اللي هو اللي يعني مخزون المبيض المخزون المبيض ده بيمثل الرصيد بتاع كل ست اللي بتتولد بيه من وهي لسه جنين في بطنة امها وبتعيش بيه طول عمرها لحد ما توصل لسن الياس المخزون ده المفروض بيطلع منه عدد شهري مع بداية سن البلوغ يعني انا فيه صورة تشبيهية بسيطة كده المخزون المبيض عشان الناس تفهم يعني مخزون المخزون بتاع المبيض ده عامل زي رصيد في البنك زي كشف حساب كشف الحساب ده ثابت هي بتتولد بيه منحة من ربنا بتدهالها انت عندك الرصيد ده هتستهلكيه على مدار عمرك كشف الحساب ده لتوهيد معين بيبدأ يستهلك بيفضل ثابت في المبيض من وهي جنين في بطنة امها لحد ما توصل لسن البلوغ الحساب ده ثابت لا بيزيد ولا بيقلب عند سن البلوغ بتبدأ تخرج البويضات ديك من المخزون عشان يحصل عملية تبويض ويحصل منها لخصاب الحمل فيه ناس ممكن يقولك طب اللي مش هتتجاوز اللي مش هتتجاوز دلوقتي هتتجاوز بعدين المخزون ده بيطلع عليه ما هو ممكن نحتفظ به ده طبعا معلومة غلط هو كده كده الهرمونات بتاعة البلوغ لما بتخرج هرمون الـ FSH والـ LH المسؤولين عن عملية التبويض بتبدأ تشتعل مع سن البلوغ تخرج عدد معين البيضات كل شهر لازم يخرج جزء من الرصيد ده سواء استغلناه أو ما استغلناهوش ده بيحدث منه عملية التبويض ونزول الدورة شهري الصورة دي تعمي ايه؟ الصورة راح نشايفين عشان يعني دي صورة توضيحية كده لكلمة يعني يعني الدوائر الملونة دي ديت بتمثل بالنسبة للرصيد بتاع ست اللي هو البيضات اللي متخزنة في المخزون بتاعها قبل سن البلوغ هي سبتة عند سن البلوغ بتبدأ تستهلك زي ما احنا شايفين كده حيلا الرقم بيبدأ يقلي تدريجية بعد سن تلاتين سنة بيبدأ يقلي اكتر واكتر حيلا بعد سن اربعين سنة بيبدأ ينشف خالص اللي هي ست يقلي اللي هي ست بدأت تدخل في سن يأس اللي هو ما عادش دورة شهرية وما عادش علامات طبيبية شوف الفرق يا جماعة بين اول مربع البلوغ وبين اخر فرق كبير جدا طبعا وطبعا احنا الصورة ممكن بتتكلم عن الست الطبيعية اللي هو فيه استثنات للحالة دي اللي هو ممكن مخزوني ينشف خالص كده وممكن يبقى اكتر من كده اوكي فيه سؤالين مهمين اول انا عايزك تكلمني عن اهمية مخزون المبيض والتحاليل اللازمة اللي انا هعملها عشان اعرف مخزون المبيض بتاعي اهمية مخزون المبيض ده مخزون المبيض ده هو خصوبة الست هو ده حلمها في الامومة هو ده مصدرها ان هي تيبقى امي بعد كده اه بنحلله ازاي فيه تلت تحاليل اساسية للوصف المخزون المبيض والنسبته كام وهل هو كويس ولا مش كويس وغلير ولا زيد اه اهمهم تحاليل في الدم تحليل image وتحليل image والاهم من كده كمان شكل المبيض بالصنار معي وانا بكشف على السد بالصنار مهبالي بيبفيه حاجة اسمي عدو حواصلات المبيض المفروض ان انا عدد الطبيعي بعد سن البلوغ من 3 ل 11 بويضة بتخرج شهريا اه ده رصيد اساسي بيخرج للست الطبيعية كل شهر اه اه ده اللح شايفينه ده طبيعي المبيض الطبيعي ده المبيض الطبيعي بالزبط اه في بعض حالات ضعف المخزون اللي هو لما بنجي نعمة صنار في اليوم الثالث من الدورة بنلاقي عدد الحواصلات اللي موجودة اقل من ثلاثة ده اللي الناس عندها ضعف مخزون ده بالصنار لو العدد اكتر من 11 اللي هو حالات تكيوس المبيض بنلاقي فيه بويضات كتيرة جدا طلع في نفس الشهر ادي الصورة دي دي صورة ضعف المخزون اللي هو انت شايف المبيض نسيج مش موجود بثلاث بويضات بس اللي طلعين او اقل وحجمهم صغير اقل من ثلاثة ميلي فدي حالة ضعف مخزون الحالة الاخرى اللي هي على النقيد في المقابل انه لو عدد البويضات ده زاد اكتر من 11 بطلع كل شهر على كل مبيض في اليوم الثالث من الدورة واحجمهم ما بين 13-10 ميلي دي حالة من ثمات تكيوسات المبيض ودية برضو بتبقى معرضة لضعف تبويض لان الهرمونات بتنسى تشتعلها على هذا كبير جدا بويضات فما بتديش فرصة للبويضة الام انها تنضج ويحصل منحها اللي احنا شايفينه ده اللي احنا شايفينه ده تكيوس المبيض ده تكيوس كلاسيكي دي جايب لنا صورة كلاسيكية اول بالضبط ده بنسميه اللي هو زي العقد البيضات بتتوزع على حرف المبيض وبتدي المنظر اللي معنا ده طبعا ده بيبقى برضو منظر سيء يعني محدش يفتكر ان ده حاجة كويسة ان هو ممكن يحصل منه فرص حملة اكتر لا ده هي لو ما بتنسل تشتعل على البويضات الكتير دي ما بتديش فرصة لبويضة الام المفروض في بويضة اام بتخرج كل شهر يحصل لها نطج عشان يحصل منها حملة فهي لا ما بتديش فرصة للنطج ده ودايما الحالات ديت بيحصل عندهم لخباطة في نزول الدورة الشهرية ممكن تنزل بعد شهرين بعد ثلاث شهور بعد اربع شهور بتختلف من وقت الى التن السؤال القادم بقى النسبة الطبيعية اللي مخزون المبيضة كم؟ النسبة الطبيعية شدي سؤال على فكرة انت عارف حضرتك يعني تبص لايه في اي مريضة تقعد معاك تقولك النسبة انا صاحبتي مش اعارف ايه فالكلمة دي اساسا برضو في صقافة الناس عالية جدا بالضبط النسبة الطبيعية المخزون المبيض هو مش رقم سابت يعني لما احنا احنا اولت ذكرت الحركة ان احنا اهم ثلاث تحالي اللي هو image وال fsh وفحص الصنار فحص الصنار احنا شرحناها من شوية تحليل image المفروض ان هو نسبته الطبيعية من واحد من ثلاثة وستة من عشرة اقال من واحد ضعف مخزون اكتر من ثلاثة وستة من عشرة كده دخلنا في قصة تكيوزات المبيض التحليل fsh المفروض ان النسبة الطبيعية بتاعته ازا باقل من اتناشر عشان تدي فرصة ده معنان فيه طب ويتش غال كويس لو النسبة ازا دي تعانى اكتر من اتناشر معنان اللي بدأ يحصل عندنا ضعف مخزون ده ازا دي الارقام اللي لازم نحفظها اه بالزبط لازم نحفظها الارقام دي ما بتختلفش حسب السن انت عارف حضرك ييجي مثلا نقولك عندنا احنا اقولك في سن كزا الرقم يبقى كزا في سن كزا ولا هو ثابت على السن العقل لا احنا حاطين رنج احنا بنقول من واحد للتلاتة وستة من عشرة يعني مثلا لو جات لبنت صغيرة عندها عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة والمخزون بتاعها ليه ميتش بتاعها واحد ونص انا مش هولها كويس المفروض ده يبقى اكتر من اتنين على الاقل فالمفروض نسبة المخزون بتقل معها مرور السن وبتقل بشكل ملحوظ جدا بعد سن 35 سنة ده في الستة الطبيعية احنا لسه بنتكلمش عن الستة اللي عندها ضعف مخزون عندها ضعف مخزون لو قلت عن النسب دي في مرحلة عمرية اللي هي تحت الواحد او الواحد وستة من عشرة تحديدا ده ببس محلة ضعف مخزون اي ان كانوا عمرها ايه الطبيعي بقى في كل ستة نسبة المخزون عندي بتقل مع مرور العمر بعد سن 35 بتقل بشكل ملحوظ بعد سن 40 سنة ببدأ ندخل في مراحل سن الياس اللي هو المخزون ببدأ ينزل تحت الواحد اللي احنا شفناه اللي احنا شفناه في السورة التوضحية الاولنية دي دي المبيض الطبيعي اه المبيض حتى الطبيعي كمان في علاقة ما بين تكيّس المبايد وما بين تناقص او ضعف مخزون المبيض انا بسمهم واجهين له عملة واحدة يعني التكيّس المبيض وضعف المخزون هم مصطلح واحد بس نسبة اللي بقى الضعف المخزون نسبة زيد بتكيّس المبيض الناس مفكرة ان تكيّس المبيض دي حاجة تانية خالص ملا relieveش علاقة بكلمة مخزون لا انا عند المخزون لما بيع pump بباسموا تكيّس المبيض لو قال بقاسم ضعف مخزون فانا بالنسبة لي هم ال الاتنين وجهين له عملة واحدة حالتين متنقضين بس السبب واحد وجهين لعملة واحدة يعني هيوصلوا لنفس النتيجة ووصلوا من نفس المشاكل هي طبعا المشاكل بتختلف يعني حالات ضعف المخزون لها الطريق علاج مختلف تماما. تكايزة المبيض لها عليك اخر يعني مختلف برضو تماما عنده. حالات تكايزة المبيض لما بكون عدد البويضات كبير ممكن نحتاج في بعض الحالات آآ بنالجأ لها للتنشيط عشان نعواض آآ تأثير ضعف تأثير الهرمونات على المبيض المتكايز ده. فممكن نديت منشطات خارجية هرمونات خارجية بحيس انها تساعد البويضة لهم انها تنضج وتوصل للحجم الطبيعي. في بعض الحالات اللي ما بيحصلش معهم استجابة حتى بالمنشطات الخارجية. وحجم المبيض بيبقى كبير شوية. طبعا يلاقى كارترية معينة كده بشكل معين للمبيض. بنلجأ احيانا لتسقيب المبيض. طبعا كلمة تسقيب مبيض دي بقت بالمنزار بقت عليها حدود كبيرة جدا. لان في بعض الحالات لو هي مش محتاجة تسقيب او عندها استجابة كويسة لنسبة الهرمونات للمنشطات ودخلت عمل التسقيب هيحاولن من تكايس مبيض لضعف مخزون. اه. لان احنا في التسقيب بندخل بالابرد كيب. بنكوة التكايوسات ديت. لليها طبعا طرقة معينة وكريتيريا معينة عشان نحافظ على نسجل مبيض. مش اي حال التكايوسات يتعمل لها تسقيب. اه. والموضوع بقى عليها حدود دائية جدا. لان مشاكل كتير جدا حصلت منه. ان بعض الحالات داخل هي تعمل تسقيب مبيض عشان تحمل. بعدها بسته شهور بقى عندها ضعف مخزون وما فيش بويضات بتطلع. ده كلام مهم جدا. جدا جدا. اه طبعا. دي من حتة اللي لازم نحطها انه ممكن جدا نقلب تكايوس مبقى فارط اه انتاج الى ضعف مخزون. ضعف مخزون. اه. في بقى يعني لفزين قريبين من بعض. ضعف تكوين او ضعف انتاج بويضة. يعني انا عندي ضعف طبوية. ده حاجة معنا بنسمعه. وضعف مخزون. هل التعبيرين دول واحد ولا لا? لا تماما. ضعف المخزون ده مصطلح. وضعف المبيض ده مصطلح تاني تماما. ضعف الطبوية ده ممكن اقوله على حالة تكايوسات المبيض. ممكن اقوله في ضعف طبوية عند بعض الحالات اللي شكل المبيض بتاعها بشنار كويس. اه. اذنما ضعف المخزون لا يعني تماما ان فيه ضعف طبوية. ضعف دايما جودة البويضات اللي هي اه مرتبطة بضعف الطبوية. البويضة ممكن تخرج عادي مع حالة عندها ضعف شديد في المخزون. يخرج بويضات شهرية. بيبقى الحجم وليل بس البويضة بتجبر وبتنضج. ضعف جودة البويضات هي اللي بتقل تدريجيا مع مرور العمر. اه. يعني ممكن حالة عندها اتنين وعشرين سنة او تحت سن الخمسة عشرين سنة عندها ضعف شديد في المخزون والطبوية عندها جاي جدا. اه. البويضة تخرج وحجمها كويس ويحصل منها حوالة طبيعي. اه. ده تماما ما يعنيش ان هي عندها ضعف في مخزون. اه يعني قد يكون فيه طبوية كويس والمخزون ضعيف. اه. والعكس صحيح. اه. ممكن يكون المخزون اه عالي جدا. زي حالات تكايس والطبوية ضعيفة. اه. جودة البوايدات ده هي اللي بتقل معبرول العمر جودة البوايدة نفسها جودة البوايدة كل مكان السنة أصغر كل مكان جودة البوايدة أحسن ويحصل منها فرص حملة أحسن ويحصل منها فرص حملة أحسن في قضية بقى ملف عايزين نفتحه كده وعايزين تشرحولي كده بالراحة لأن ده من أهم الملفات اللي أنا مهتم بيها جداً كمان المنشطات وتأثيرها على الطبويد تنشيط الطبويد ليه أنا مهتم بيها؟ لأنه دي حاجات ممكن لو متعملتش صح تجي لنا احنا في بعد كده في الحالات الحالجة أو تجي لنا في الاميرجنسي عشان نعالجها حيب صح كده؟ أه طبعاً يعني احنا بموضوع منشطات مع كلمة مخزون احنا خلينا نربط الأول من كلمة منشطات بمخزون هل المنشطات بتأثر على المخزون المبيض؟ يعني بيجي لنا حالات كتير تقول لها دكتور أنا عملت تجارب حاني مجهار كتير لحد ما المخزون نشف المنشطات نشفة المبيض عندي أو ضيعة المخزون المصطلح ده خطأ تمامي ليه؟ من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه جعل مخزون المبيض لا يتأثر بالهرمونات الانوسة هرمونات التبويض له هرمونات المسؤولة عن التبويض من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه هو أن المخزون لا يتأثر بهذه الهرمونات وإلا تخيل معاك كده سن بنته عن سن البلوغ الهرمونات بدأت تخرج بالنسبة الطبيعية وأن المخزون ده بيتأثر بالهرمونات ديت كل المخزون هيطلع في شهر واحد وانتهت ودى شهر تاني شهر تدخل في سنة يأس يصنعون رحمة ربنا أن جزء بتاع المخزون المبيض محدود في طبقة معينة في مرحلة معينة لا تتأثر بتأسير الهرمونات شهريا بيحصل نطج لبعض الهرمونات ديت اللي هو عدد اللي احنا ذكرناه من 3 إلى 11 ده اللي بيبدأ يتأثر إنما المخزون لا يتأثر تماما بالمنشطات مهما تاخد جرعة منشطات ده لا يؤثر تماما على المخزون المخزون لو ضعيف هو ضعيف من البداية لو كويس هو كويس من البداية إنما فكرة المنشطات مع بعض حالات ضعف المخزون لو معاها ضعف طبويد أو مع بعض حالات تكايس المبيض لو طبويد مش ضعيف هي فكرة المنشطات إننا بحسن إحسان استغلال البيضات اللي خرجت فعلا يعني أنا عندي عدد شهر بيخرج كزي ما ذكرنا ممكن العدد ده يضيع ومحصلش منه طبويد والدورة الشهرية تنزل ويبقى البيضات اللي خرجت ديت راحت كده مع نزول الدم ولا أنا ما استغلتهاش المنشطات بيستغلها في بعض الحالات اللي عندهم ضعف طبويد عشان أستغل البوايضة دي أقدر أكبرها وأقدر أدي منها فرصة حمل بس إنما هي ملاش علاقة تماماً بدعف المخزون يعني أنا كل التنشيط دوره إنه بيحسن إن البوايضة تقدر تقول كده قادرة على إنها تكون بوايضة قادرة على الحمل صح كده؟ الزبط كده لكن المخزون لا يؤثر فيه المنشطات لا يؤثر فيه تماماً المخزون ثابت مهما كانت جرعة المنشطة اللي ست بتاخده يباست لما ديجي تقول لك إن أخدت المنشطات فأثرت على المخزون وخلت المخزون ده معلومة غلط تماماً ده معلومة غلط تماماً يعني صححنا كده معلومة مهمة جداً ويمكن لو ما طلعناش من الحالة دي غير بالمعلومة دي أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي دي معلومة في منتغل أهمية يعني حتى نتمها كده المشكلة كمان إن بيجي لنا بعض السيدات وممكن يكونوا صغيرين في السن عندهم مشكلة ضعف في التبويض مع ضعف مخزون فنحاول نديرهم منشطات عشان نحسن جودة البودات نحسن استغلال المخزون القليل اللي موجود ده هتلاهم بيرفضوا ترفضي ليه يا دكتور إنتا كده هتنشف للمبيض ودخلنا في سن ياس المبكر يا مدام إنت حرك كده كده في السكوال اللي انت ماشي في الحالة اللي انت ماشي يا فادي كده كده سن المبكر سن اللي ياس المبكر جاي فعايزين نلحق نستغل الشهور المتبقية ديت إن احنا يحصل حمل قبل ما نوصل في مرحلة نقول لك لا إحنا قاسفين يعني فرصك بقيت شبه معدوم هذه معلومة مهمة جدا جدا فيما يتعلق بالحوار اللي احنا بنتكلم فيه إمتى ألجأ لحقن المجالي في المنطقة دي سؤال متى نلجأ لحقن المجالي ده سؤال كبير جدا آه طبعا لكن أنا بكلم فيه فيما يتعلق بحالة مخزون المبيض حالات ضعف مخزون المبيض أنا بلجأ فيها للحاني مجالي مش هقول إمتى قبل ما أقولي السن كام في لو حالة واحدة سن بنت صغيرة لسه خمسة عشرين سنة صغيرة بند محاولة ستة شهور متابعة تبويض تنشيط طبيعي لو هي محتاجة إنه يحصل فرصة حاملة طبيعي لو ما حصلش بنعمل حاني مجالي بنعمل حاني مجالي ليه؟ عشان حسن استغلال نفس الفكرة إننا البوايدات دي بتخرج وديتلك فرصة ستة شهور إننا يحصل حاملة من البوايدات اللي بتخرج طبيعية بصورة طبيعية إنه يحصل حاملة طبيعية ما حصلش فأنا هصبر قد إيه؟ لحد ما المخزون ينشف لا طبعا ما ينفعش فنعمل حاني مجالي عشان نرحق نستغل المخزون المتبقي ده ندي جرعة منشطات عالية نخرج عدد بوايدات معقول نسحبهم نخصبهم في المعمل نزرعهم داخل الرحم الأم داخل الرحم الست عشان يحصل الحامل فأنا في الحالات دي اللي بلجأ اللي حالة الحاني مجاري إنما ست بعد سن 35 سنة وجاد المخزون بتاع ضعيف جدا نسبته نصة أو واحد من عشرة أحاول معاها إزاي؟ هي ممكن أحاول معاها شهر تاني شهر مليش طبيعي وده حصل معايا فعلا في السيدة فضل التأجل في الحاني مجهري حوالي ستة شهور جاتلي بعد ستة شهور يا دكتور بقى أنا جاية جاهزة ومستعدة عايزة أبدأ معاك تنشيط حاني مجالي قلت لها تمام بصيتها على المبيض ليتوا شكله ضعيف جدا عما كانت عندي من ستة شهور والمخزون بدأ يلي جدا طلبت شوية تحليل المخزون شبه بقى شبه منعدم بس لسه فيه فرصة نحاول قلت لها لازم نبدأ بسرعة مايش يا دكتور تمام حاضر مش عارفة غابت تلات شهور وجاتلي تاني دكتور عايزين بقى نبدأ بقى بقى بص عليها هملتش مفيش المبيض تماما مسحة مافيش فيه اي برات بتخرج تحليل المزغون بتاعها واحد من مية خلص ماعدش بغيضات اللي فيستش بتاعها فول عشرين كان حاجة وثلاثين لا بيرتافع لما المخزون يضغيض اه طبعا لها تلات تحليلات الاساسية فقلت لها انا اسف خلص ماعدش حاجة لها هسماعك ابو العريف ابو العريف دي شخصية كاركترية لطيفة احنا بتكرناها بتشوفها انت كتير اكيد وبتشوف كلام زي ده بس احنا بنعملها بشكل تمثيل يا شوية تعال نسمع ابو العريف زمان يا باشا كان موضوع تأخر الانجاب ده ماليان خرافات كانوا مثلا يخلوا الست المتأخرة في الخلفة تروح المقابر تجيب سبع طباط من قبر واحد مقتول او يخلوها تحضر ولادات كتير وتستقبل هي المولود الجديد وحاجات زي كده انا مش راجل متخلف يا باشا انا عارف ان في حالات كتير لازم تروح للدكتور وتعمل تحليل وحقن مجهاري وكده بس في حالات بيبقى تأخر الانجاب فيها عامل نفسي مش عضوي دي بقى باشا احسن حاجة ليها تهدد الست بطريقة او باخرى انك هتتجوز عليها يقوم الخف والغيرة يزيلوا الحاجز النفسي بينها وبين الخلفة عشان كده المثل زمان كان بيقولك ايه لولا الغيرة محملة الاميرة الانوريكسين رفوزة ممكن تعمل كده يعني برضو فيه لمحة من بعيد اللي هو ان التوتر النفسي الكبير او عن ست ممكن يقلل لها التبويض بقى الطاقة العصبي هو فيه ارتباط بس مش الارتباطي لأساس اللي انا ابنى عليه حالة تأخر انجابي اه بالزبط كده اه احنا نظر بس ان احنا بنعمل زي اشورانت كده او بنفاهم الست ان المفروض ان الحالة نفسية بتأثر على عملية التبويض بس مش ده العمل اللي انا احط عليه كل علاجاتي وما ينفعش الراجل بقى يسمع الحيطة دي هيصدقها يروح يجوزها يجوزها او يهددها بالجوان انت نورتيني واسعتيني بحوار ممتع جدا وكالعادة يعني كما توقعت وعلمي جدا متوجه نحو اهدافه دقيق للغاية اه ابسط الطرق هي اخسرها في التعبيرات في التوضيحات النهاردة يهبنا على حوالي عشر اسئلة او اكتر فيما يتعلق بمخزون المبت فهمنا يعني مخزون المبت فهمنا الفرق بينه بين ضعف التوضيح فهمنا تكاوس المبايض فهمنا دور الحقن المجهاري نوعه السن ودوره اكيد اكيد انت النهاردة وضحت لنا النقاط عديدة فيه اه باسلوب اعتقد انه اللي عقليات كتيرة هم عايزين كده عايزين الكلمتين اللي في الجون زي ما بيقوله نورتيني دكتور عبدالله نورتي ضيف العزيز دكتور عبدالله اسماعيل الذي ابدع في حوار ونورني فيه الناس الحلوة اكيد افاتكو كثيرا جدا يبقى فعلا تمنياتي لكل ناس اللي النفسها تكون عند داخل فاذا اراد الله كله بامر الله ربنا يرزقهم ان شاء الله بهذه الامنية وبهذا الرزق الهم جدا في حياته ربنا يوفق الناس للصالح للحق انهما يمشوا في طريق الصالح للحق وبعدوا عن ابو العريف اسمعوه واستبتعوه بيه لكن لو سمعتوا بكلامه ارجوكم كل ابو عريف في حتته يعني ياخد باله من نفسه اللي احنا هنفضحه في الفترات اللي جاية خليكم مع الناس الحلوة معظم حالات الضعف الجنسي مشتبطة بامراض عضوية ينبغي ان تعالى بشكل اما دوائي او جراح في الضعف الجنسي احنا عندنا تلت طرق من العلاك الطريق الاول اللي احنا بنسلكه مع معظم الناس كان سنهم صغير او كبير وهو الطريق الدوائي بعد العلاقة الجنسية ودي دعمات الهيدروليكية اللي احنا شايفنا بندوس على الفلف فكل الاساء اللي موجود في العضو الزكري بيروح وبالتالي بيمتهي الانتصاب تماما اشتركوا في القناة